إلى شرق المتوسط تبحر ياوز سفينة التنقيب التركية للمشاركة في أعمال تنقيب شرعية وفق التعريف التركي وغير شرعية وفق قاموس الاتحاد الأوروبي واليونان وقبرص تبحر ياوز ثاني سفينة تنقيب تركية بعد فاتح على أمواج من تهديدات لزعماء أوروبا واليونان خلال قمة بروكسل بعقوبات ستطال أنقرما لم توقف أنشطتها ورغم تأهوب تركي متمثل بمرافقة قطع عسكرية بحرية لسفن التنقيب ومناورات بحرية ضخمة شهر الفائت إلا أن اعتقادا يسود الأوسط التركية بأن التصعيد الحالي زائل إلى تسوية لا محالة لا أعتقد أن أوروبا ستضغط اقتصاديا على تركيا لإيقاف التنقيب وهذه تهديدات لا أكثر ستستمر تهديدات وتستمر أعمال التنقيب مستقبلا لن تنشأ أزمة وغالبا سيجدون نقاطا مشتركة للاتفاق التوتر في منطقة شرق المتوسط تصاعد مؤخرا إثر منح قبرص تراخص تنقيب لشركات غاز دولية في المناطق المتنازع عليها رغم معارضة أنقرة التي أطلقت أنشطة حفر خاصة بها في المنطقة بحماية قواتها البحرية يوجد نظام دولي وتوجد قوانين دولية تركيا تقوم بالبحث داخل حدودها البحرية ضمن المعايير الدولية كذلك الأمر جمهورية شمال قبرص تمارس نفس الحق ضمن حدودها البحرية تركيا التي تمتلك حاليا أربع سفن في شرق المتوسط اثنتان للتنقيب واثنتان للحفر أصدرت إشعارا بحريا ببدء التنقيب قبالة سواحل قبرص حتى الثالث من سبتمبر القادم ما يشي بمزيد من التصعيد مع جارتها اليونان تصعيد ليس بطارئ على علاقات البلدين رغم انفراجات سابقة لم تلغي تنازعا على جزر وحدود بحرية حتى اليوم زيدان زنجلو العربية اسطنبول ترجمة نانسي قنقر